موسيقى موسيقى اتعلم صنعة اتخذ مخدمة اي حاجة لا تبقى اتخذ نهار كامل اتفرج في التليفزيون السلام عليكم اسمي يسرى مليحي المعروفة بيسرى تنجوية وفي حالة النوع وكيف يتطلب عليك تجربة محقق قوان وفاد الحياة لقرأة لخدمة صنعة اليوم يتطلب تليفون لصق شفرين لصق شعر لصق شعر نايف لصقايا لصق شعر اتخذ الناس لا يعرفوا ماهو العيد وماهو الهدف من هذا العيد او العيد تعاند هل كنت اتعاند معها؟ هل كنت اتحاولي حسان وماذا كنت اتضره هل كنت تلقى كنت سكنة في فطنجة وقرأت فطنجة ومشيت سكنت في اسبانيا في المهجر انا لم اتنسى شيء كم قائل ومشيت قرأة ومشيت قرأة ومشيت قرأة ومشيت قرأة فيديوهات وفي المهجر ومن بعد رجلي قال لي لم تشاهد فيديو في يوتيوب ومشيت قرأة فيديوهات ومشيت قرأة فيديوهات ومشيت قرأة فيديوهات يحققه لاختيتو قطلوا درو 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 دو و يشوفوا جيران تحشف مع جيران اولا تباهدي لا جميعا حملا مقلتي يا محستي يا رحيفة دي تبنت كرشك واخا زيان الله يكمل بالخير شفتشينا عندك و الأباقي باقي أشوف زيانتي عندك العائل بنيتك تخيل مماها لا لا زيانتي طبالله اسمعك الحمالة عندك العائل دائما عندي نشوف كرشك لا لا دي كرشت العائل دائما عندي صافي عندك العائل حملة، هل رأيت ما لديك أو أخرى؟ أنا أقول لك بلاتي منخرك كبير تبارك كيفية منخرجة عندك؟ عندك البنيتة هذا المنخر بنيتة لا 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 عندك البنيتة مبرك مبرك غشرة بطانية في الغص بطانية عند جبال كادو عندك المنخر بنيتة يغيرون مني، يحسدوني، يعينوني، مقهورين مني ميتين مني، موتوا بسم، موتوا بسم ماذا يغيرون منك؟ لماذا أنت؟ كنت تجبرت تشي واحد ممسوق ولا سيطل الخبار عيشاغي هي بالأوام مع رأس ديالة لأنها المحور التي كونه كل شيء ضاير عليه وكل شيء يغير منه وكل شيء يحزده على شخصي غير يحزده هذه مقاطع تليلي كان أعمال أو فيديوهات ديال الضحك كان قلت شي واحد أو لا حالي كيسمي مفطنجة ديال كلاشات أنا ما كان قصدش نقلاشي الناس لأنك نهي هي التي تعمل لك الفيديوهات ديال كلاشات أنا في واحد صناعة كيجمي نقلت مثلا كنكون نشوف غير شي فيه لما ولا شي حاجة لشوفت عيشي وحدة هضرت بشي طريقة تقدر تعطيني فكرة نعمل فيديو تقول ليك ما عندش لي الدنيا تجمع شوف 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 هات القشوش البرقاقا ذيك جارة البرقاقا هي التي تعجب الناس بززء كلما قنام منها بزف، كلما يلقائي قبالا أنا سكنة في أندلوسية أندلوسية فيها العرب بزف وجهة اللي سكنة فيها أنا مفيهاش العنصرية نهائيا لقد واجهت شي موقف عنصري صراحة الله وخاب الحجاب ديالي وخاك ندخل العنف بي سينا بالحجاب كل شي تشي وحيد مك يقول لي شي حاجة يعني معناش ديك مشكلة العنصرية بنسبة للحجاب او لحش انا مغربية او لمس الماء او لحش حاج مك ينش حاجة نقوط لك بلاصة اللي سكن فيها اندلوسية اصلا عمرب العرب وفيها التقافة عربية بزف او لحش حاجة انتقادات عادي انا كنت تقبل الانتقاد والاختلاف في الرأي ولم اعجب تكشي الفيديو تقدرس انتقضوا بأدب ولكن تعليقة السبان الهضور خايبين هادو كي تلسوا احدا خلقها في مغرب كبر في مغرب وقرية في مدرس مغرب وكتتعاملها مع مغربة ويتجقنا الدقوم ديالة ويتجقنا الدقوم ديالة ما كتنا بالهربية قليلة عندها مسكينة العربية مهرسة كما تبدأ على المزيدة ذلك؟ . لم يجب أن أرى تصيح الله عبرك . لماذا تقدر عنوك؟ حسنا سوف نتعاون الآن هنا في ما تدعني فيه . ماذا نتعاون بمقا حانا أنا أعرف في العربية بمقا حاجة في الدنيا هناك تصيح التصيح التي تظهران من أي شخص آخر أعتقد أنه حيات جنة والناس صورية اكثر الفيديو جابي انتقادته واحد الفيديو اللي كنت كان قلد الجالية تحيان الجالية اللي حتى أنا منهم كنت قلدت هاديك اللي كتمشي للغربة ستشهر وكديو كتنصى العربية وهاد الفيديوش اني جابلي تصدع الرأس شوفت قالوا لي انتينا فيك الغيرة من نزل الخارج انتيناي فيك لحسة حتى شمجوجتيشي هما مجوجين على بره وانا اصلا مجوجة عند جهد ولادي وسكنة سما فتكن تمسحتوا يعني جابلي كيفاش يقولوا سبا بزاف حتى تمسحتو ورديتو بالحق من بعد اللاهجة ديالي هي واحدة من الاسباب ديال نجحت القناة ديالي انا قبل ما نبدأ كنت كان قول في اللو كيف ما قلت لك بديت فيديوهات ديال طب خبلا ما نهدر غيب موسيقى وقلت ما غي عجومشي ناس لها درديالي ما غي يفهبوني شي حتش لهجة شامالية وطنجوية ما كنا شي بزاف تليفزيون ما كتتسمع شي بزاف ما كتتفهم شي بزاف وصوت ديالي ما كانت عندي وحد فكرة أنا ناس ما عجومشي صوتي وما ع وما اللي بديت بالاكسنس كيقولوا لك كين بزاف ديال ناس اللي كنتفرجو فيك على الهضرات ديالي كتعجبنا ذيك الهضرات تنجوية شامالية كتجي حلوة أنا كي عجمني التقليدي بزاف كنحماق على الجلال بقفاطن والباسي والحضور ومناسبات وتم ما ما كنشي لكش نهائيا ما عندي شي العائلة بزاف تم ما عندي غير عجوزة ديالي صافي فما كنشي مناسبة فأنا ديما كنحاول نخلق شي مناسبة او اللف مثلا في العيد فرمادان ديما كنحاول نحاول ن نلبس نوليداتي البلدي نعمل أجواء نعمل الحلوة نعمل أي مناسبة كتجي نعمل لكل شي ديالي حيتاش قولكينا الخاصاص متشوقة متشوقة في التقاليد ديالنا حيث ما كنشي معا من نعمل تما بوحدي فالدار صافي اليوم عندي مناسبة ديال سابع ديال بنتي اللي هو جا صراحة غير صوت ماشي صوت فاوة لكن ما كان شي مخطط له صراحة أنا جيبت غير 15 يام ديال كونجي ومدي جيت قولت غادي نعمل واحد سبع وخا غير صغير وصبح الله كنت غا نعمل غير فالدار وربي كتاب في القاعة وكتاب سبع من هاد المينبار كنسلم للعائلة ديالي كاملين وكن قولهم سمحولي حتى ما قدرت شين عرط العائلة كاملين حنا تبارك الله عنا العائلة كبيرة ولكن أنا ما كنت شين نويا نعمل سبع كبير وفعلا نهو غي صغير يعني نعمل تغيش حاجة صغيرة بسيطة وصع بانوتا ديالي اسمالي وجين عنده دبعا تبارك الله كنت نويا نجي ونعمل السابع مني خلقت ولكن شدوا الحدود ومكتاب شي وكان خطا نعملو تلقاح ودبعات كتاب حتى عملنا تلقاح كامل وكلش في الاول انا مني بديت ما كونشي انا بغنبا أنا كنت كان حشم وكن عندي واحد مشكل ديال مخصني شي نشوف طويرة ديالي في شي باج اخرى ولا شي بيديو ديالي في شي بلاس اخرى من غير باج ديالي ما عرفت شاش كانت عندي هاتفكرة صراحة تفهو لكن انا كنت عيدا ففكرت قل بما اني كان من الواحد للمحتوى اللي هو محترم مشيش حاجة لي خارج على الاخلاق مصطور الحمدلله بالحجاب ديالي يلبس ديالي مصطور ما كان مشيش حاجة لي خيبة علش الله علش وخيت هزو الفيديوهات ويت بارتاجه ومش مشكل يعني مادام الناس نشروهم إلا وعجبوهم فسافي قررت انبان بالنسبة ان الزوج ديالي ما كانش عاملو مشكل حيث شو كيشوفي أنا في حالي كان خروج في الزنقة بالحجاب ديالي كيشوفوني الناس في يوتيوب بالحجاب ديالي يعني شنو الفرق إلا ش كيشوفوني الناس في الزنقة او لا في يوتيوب وبزاف ديالي التعليقات اللي كيجوني في حالي هيدا اه يعني علش كيستوهروا في يوتيوب بسترورة سكم انا مسترورة الحمدلله بالحمن كدب شالك ما كانت فرشي أنا دائما آخر من يعلم اي حاجة تكتعمل البزعة كنشوفها دياليك الفيديوها ديالي روتيني اليومي تشوفتهم في انستغرام وفيسبوك ما عملي شوفش فيديو مكمل ولكن كيهم بعد النساء اللي كي يختم غير الفلوس مكيهمومشي صورة ديالهم وخي تقدر تج تخدم بدراعة عطالله الخدامي لا هي كتفضل انها تعمل كاميرا فطهرة وتصور غير على الفلوس كيامل وديكشي وهذا شي كي تطياح بقيمة المرأة كاملة وخصوصا المرأة المغربية ما تقدرش تعيش مئة في المئة من المداخل ليا اليوتيوب حيث كل شهر وكيفاش واحد شهر جي مشاهدة عليها يكون واحد مدخول لي هو مزيان وتقدر تصرف به واحد شهر اللي انتينة ما تخدم شي متنزل شي فيديو او لما تكون شي مشاهدة عليها ما تقدرش تكفل بمصاريف كاملين وديكشي طبعا لا ك يعني واحد العائدات اللي هي مزيانة والعائدات اخرين كيكونوا من الاشهارات سالاشهارات فيهم فلوس مزيانة ولكي مشي واحد دخله هو ثابت تقدر تعيش به حيث واحد شهر تقدر تخدم وحد شهر تمرط ما تصورت فيديو ما هدوش يدخل حتي فرانك كان دون حسين اه لو كنت هنا كنت قمت خدمة كثير حيث اشهارت هنا اكتر محلة كثير، كيان بشاء الحال هلح ما هي جانب منشته به مرأة تبارك الله الخدمه هنا يحسن واحد من الاهداف ديالي من الفيديوهات اللي كنقدم هي نحاول نحسن صورة ديال المرأة المغربية صورة ديال المرأة التنجوية بالخصوص حيث اشكينا واحد الاشاعة كتقول بلي المرأة التنجوية ما كتعمل والوكي عجبات بقى غيقالصاف بدار تجوجو جو تربي لعوال هادشي ما كينشي فتنجا كين نساء مكافحات اللي كي خدموا ولي كي قرأوا ولي عندهم طموح وأحلام كبيرة وكي حققوها وعندهم مشاريع ديالهم تبارك الله وناجحين فيهم ونسب وحدهم يعني ما كيحتاجوش اللعوين مزيان ولكن كين نساء اللي ما عندهم شي اللعوين وهم كيقدروا يوقفوا على رجلهم بوحديتهم بالنسبة ليلي انا كنتمنى من جميع النساء وخصوصا لبنت ما يكونش طموح ديالهم صغير وما يكونش الهدف ديالهم في الحياة وما يتجوجو ويعملوا وليدات ويربيوهم عملت وحن نبوح الفيديو في حال هذا وجب بزاف ديال الانتقادات حيث اشقال لك المرأة لك تربيها ديالك أعظم خدمة فعلا تربية والأمومة هي من أعظم الخدمة ولكن ما فيها بس نعملوا شي حاجة أخرى معاها ما شي غير لقلاس في الدار كانت مننا بنات كاملين يقرأ ويقرأ 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 ويكون عندهم واحد طموح يشبرو شهادة ديالهم ناس لي ما قادرة شي تقرأ او لما عنده شي قرأت قرأة تعلم شي صنعة تخدم شي خديمة أي حاجة مهم تقشي قاسا نهار كامل كتفارش في تليفزيون أنا ضد بزاف هاد الحاجة أنا يكون الحياة بدوني هدف بالنسبة ليلي تعيش حياتك تسالي شغول ضد دار ودقلس تفارش في مسلسالة هدي مشي حياة كانت منها تكون عندك شي حاجة تشغلك أي حاجة وشي صنعة في الدار شي لغة تعلم لها أي حاجة دبا ساهل تعلم شي حاجة تقدر تعمل غيوتوب تعلم الطبخ تعلم طرس تعلم الخياطة بزاف ما يتعمل شكرا على هذا اللقاء الجامع تشارفتم معرفة ديالكم ناس لي أول مرة كيشوفوني أنا يسرى مرحبا بكم في قاناة ديالي كنتم منها تكون خفيفة على قلبكم وكنتم منها تكونوا استمتعتوا بعض الحيوار معايا وشكرا بزاف كنتم منها لكم نجاح كاملين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد